السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن الطفل المدلل الطفل المدلل توجد هناك مجموعة من الأسباب لا بد أن نتعرف عن هذه الأسباب التي تجعل من طفلك يكون بهذه الشاكلة وداخل هذه الدائرة دائرة الدلال يعني يكون طفل مدلل وكذلك نتحدث عن أبرز الحلول وأبرز المعالجات بعد من شاهد هذا المشهد التمثيلي سارة قموا جيبيه الماء بسرعة وقفوا تاخذ القلاص ماما ماما جوانا أريد أكل نعم ماما جيتك يما فتوى لعمرك في دول قلبك جوانا وليدي هسا أصب لك أكل ماذا أكل اليوم؟ آه خمسوية تمن ومرق يما في دول حلقك اتلق لها الحلق الحلو ماما مو تدرين بيه ما أحب التمن والمرق يا لعد شا سوي لك؟ سوي لندومي هسا أسوي لك أندومي صدق جديد وقف أصب هو رايحة وجاي السويين وشنا هذا الدلالة المالة داعي؟ آه شفيك أبو أحمد؟ هو كم ولد عندنا؟ يما في دو أروح له إش عدي غيره؟ غيره دلله حبيبي هذا؟ يا مرف تهميني أنا ما عنده مشكلة ندلي لأولادنا بس موهيش واحد يجيب له ماء واحد يجيب له أكل البارحة شو تسوي؟ أمسوي غرفته مهرجان البنطرون القبيص مالتها فوق الكنتور ما يكلف نفسه لإستاذ ويلمهن وهسا أنت جاي سوي لندومي طبعا هو موزين عليه ليش؟ لأن استاذ ما يعجب التمن والمرق أبو أحمد شبيك؟ هسا آني كم ولد عدي؟ هو هالواحد وما دلي ليه؟ شلون؟ وشنها التفرقة؟ شن فرقة عن نختة؟ بس أنت أنت اللي دللتي إلى أن خربتي هسا شنو؟ الحل شنو؟ الحل؟ هذا شغل تيمني أعيد تربيته من جديد من تالي؟ من تالي وأول خطوة اسمع غرفتك وملابسك يترتبا هسة يلا شاهدنا شاهدنا وياكم هذا المشهد التمثيلي الذي يبين لنا مشكلة حقيقة وأزمة كبيرة وهو الطفل المدلل الطفل المدلل طبعا ينشأ لأن لا يوجد في حياته كلمة لا الأباء الأمهات حاولوا أن تعطوا لهذه الكلمة زخم أكبر مع أبنائكم هذه الكلمة إذا تواجدت في حياة الطفل وقلناها بكل أريحية وبكل بساطة وبوقتها الصحيح راح نحاول أن نقلل من هذه الحالة لدى الأطفال الطفل المدلل طبعا في علاقاته أيضا مع الآخرين فيها مشاكل كثيرة هو يشعر دائما في حالة من الغضب حالة من الأنانية حالة من التمحور الذاتي يشوف نفسه بس هو في البيت يريد دائما يتميز عن الآخرين يريد دائما يكون لديه تصرف وسلوكيات وتعامل مختلف عن أخوانه يريد دائما الحاجيات الحلوة الألعاب الحلوة الرحلات الحلوة الامتيازات اللي دائما يكون هو متميز بها عن الآخرين أيضا ما يسمح للآخرين أن يتدخلوا في حياته دائما أيضا ما يمتلك أي قيمة داخلية للمال والجماليات هو دائما مفرد في هذه الحاجيات شوفه بمسألة الأموال بمسألة الشراء بمسألة التعامل مع الآخرين هو أيضا يتعامل بفوقية بسبب هو هذه المفردة لو أشغلناها في حياته بصورة طبيعية وبصورة ممنهجة راح نقف في وجه هذه الصفة اللي تعتبر صفة ذميمة وهي أيضا راح تكون أرضية خصبة بأن يكون إنسان نرجسي إنسان أناني ما يسمح للآخرين في أن يتشاركوا معه ما يسمح للآخرين بأن يبادروا معه الأكثر من ذلك راح يسبب مشاكل كثيرة وكثيرة في علاقاته مع الآخرين بالتالي نحتاج إلى أن نوجد معالجات لهذه المسألة المعالجات أبرزها أنه نطلب من الآباء والأمهات دائما نقولوا كلمة إحنا أو نحن حاولوا تدخلون العمل الجماعي في البيت حاولوا أنه تجردوا من بعض الرسميات وبعض الأوسمة اللي هو يشعر بنفسه أنه هذه الأوسمة خاصة به فقط وفقط أيضا أنه نحتاج أن نبث حالة القيم اللي مبنية على الحب على الإيثار على التعاون على التضحية على المبادرة هذه القيم الأخلاقية وهذه قيم حقيقة أيضا هي نوع من الذوق العام بحيث الطفل يحسن التصرف مع نفسه يحسن التصرف مع الآخرين يحسن التصرف أيضا مع حاجاته ويكون حريص على احتياجاته الخاصة والعامة وأيضا يحتاج أنه الآباء بصورة عامة نحتاج منعدكم أنه لا تجعلون من حالة التميز دائما أنه هذا ولد وهذه بنت أنه لا بد أن يكون تعاملنا مع الولد مختلف عن تعاملنا مع المد حتى في مسألة الأوامر مسألة الأوامر هذه مسألة جدا يعاني من عدها تعاني منها العائلة لا بد أن نقف في وجه هذه التميز ما بين الولد وما بين البنت حاول أن تكون المسؤوليات مشتركة الواجبات مشتركة نزجهم بأكثر عدد ممكن من الأعمال المنزلية نذوب حالة الدلال في داخلهم بالتالي يشعر نفسه أنه شخص طبيعي ثقوا يا إخواني أنه حينما توجد حالة من الزخم في كله تقول له نعم رح أوفر لك رح أنطيك رح أعطيك بعض الامتيازات الخاصة بك هذه كلها تعزز حالة الدلال في داخلهم بالتالي أنه بمجرد أن يخرج إلى الواقع إلى الشارع رح تجده ينهار ما يستطيع أن يتفاعل حتى مع أبسط المشاكل بالتالي رح تخلق مشكلة جديدة وتوجد مشكلة جديدة في حياته وما يستطيع أن يمارس حياته وأدوار حياته بصورة عامة حتى وإن تقدم بالعمر بصورة طبيعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة